فصح اليهود طبعاً بيحتفلوا وبيتذكروا وبعيدوا العيد مرة في السنة ولكن الكتاب المقدس يقول المسيح فصحنا ورب يسوع اتخذ هذه الفرصة الأخيرة حتى يقوم بشيء مهم جداً اللي هي الفريضة المسيحية فريضة العشاء الرباني أو المناولة اللي منسميها بلغتنا يمكن الأبسط شو اللي بيصير في موضوع العشاء الرباني أول شي نظرة إلى الماضي نتذكر أهم حدث ما عمله يسوع المسيح نتذكر موت يسوع المسيح الكفاري والبديلي من أجلك ومن أجلي كيف إنه المسيح دفع الثمن أخذ العقاب عنك وعني وفى الدين أرضى العدالة الإلهية وفى المطالب الإلهية وكفادي استطاع أن يكفر عن كل خطايا البشرية ففي العشاء الرباني منتذكر نظرة إلى الماضي شيء ثاني في العشاء الرباني هي نظرة للمستقبل كلما أكلتم من هذا الخبز تخبرونا بموت الرب إلى أن يجيء فعندما نجتمع حول مائدة الرب دايماً نتذكر مجيء المسيح ثانية وإحنا قلنا أن المسيح صعد من جبل الزيتون والملائكة قالت هكذا سيجيء ثانية فمنتذكر نظرة مستقبلية أيضاً أيضاً في العشاء الربانية فيها نظرة إلى الحاضر في هذا الاجتماع منتذكر أنه إحنا واحد في المسيح المحبة الأخوية الوحدة وحدة المؤمنين الشركة المقدسة في هذا الاجتماع منتذكر أنه إحنا أصبحنا عائلة الله ومنتذكر بركات الله علينا كيف بيسدد كل احتياج في حياتنا كمان أنهي بشيء مهم جداً في العشاء الرباني مش بس نظرة للماضي نظرة للمستقبل نظرة في الحاضر ولكن نظرة في الداخل يقول رسول بولوس نمتحن أنفسنا نحكم على قلوبنا حتى نكون مؤهلين أنه فعلاً نتناول العشاء الرباني هكذا أحبائي نعيد لأن المسيح هو فصحنا بصلي أن الرب إباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر